منذ توليه رئاسة اقليم كردستان العراق قبل ثلاث سنوات يبذل نيتشرفان بارزاني نائب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم جهودا مضنية لتقيب وجهات النظر بين حزبه وشريكيه في نظام الحكم الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير من جهة وقوى المعارضة من جهة أخرى جهود البرزاني في عقد اجتماع موسع يضم زعماء الأحزاب الكردية غير المنسجمة في مواقفها السياسية تكللت هذه المرة بالنجاح وفيما تعز أوصات سياسية الأمر إلى ضعوط دبلوماسية خارجية خاصة من باريس التي زارها البرزاني قبل أيام يرى أخرون غير ذلك أنا لا أعتقد أن الضغط الخارج هو السبب السيد الرئيس الأقليم منذ توليه المنصاب اعتبر مسألة لمشامل الكردي ويعادة العلاقات إلى مجرى طبيعي من إحدى أولى مهماته قام بزيارات مكوكية دعا قبل فترات أيضا إلى عقد مثل هذا الاجتماع وهذا ليس الاجتماع الأول نحن مقبلون على تغييرات كبيرة العراق لا يدري أحد ماذا سيجري بعد الانتخابات أقطاب المعارضة التي رفض بعضها المشاركة في الاجتماع ترى أن الكم الهائل من المعضلات السياسية والإدارية بينها وبين أحزاب السلطة لا يمكن حلها بهذه السهولة فيما يجزم سياسيون مستقلون بأن عقد مثل هذه الاجتماعات لا يعني تحقيق التوافق بين خصماء الدهر هذا الاجتماع لا يعني إطلاقا وجود التوافق بين الأحزاب الكردية أو حتى التظاهر بذلك أمام الرأي العام فالواقع السياسي الرهن يوضح حجم التقاطع والخلافات القائمة بين هذه القوى وبالتالي فإن تحقيق موقف سياسي مشترك وموحد من خلال عقد اجتماع مشترك أمر مستحيل وبحسب مصادر مطلعة فإن العقدة المستعصية لتنقية الأجواء السياسية تتمثل في جوهر مسودة دستور الإقليم المعطل منذ سنوات والذي صاغه الحزب الديمقراطي وتعرض بنوده معظم القوى السياسية الكردية ترتيب البيت السياسي الكردي غاية تسعى لتحقيقها أحزاب السلطة والمعارضة في إقليم كردستان على حد سوى لكنها وحسب مراقبين تتطلب أولا خطابا كرديا موحدا بمعزل عن الأجندات الإقليمية فيو عزيز سكاي نيوز عربية أربيل